إذن تحية مجددة لكل متتبعات ومتتبعين قناة مراكن الليبريشن اليوم الحلقة التانية وجزء تاني أو لا جزء تاني من هات السلسلات ديال اللي نحاول نوصل بها من خلال تراكم معرفة بالتاريخ ديال المغريب التاريخ الحقيقي وليس التاريخ الذي كتبته الايادي ديال السلطة وديال المخزن باش نفهمو لماذا انتهى الامر بالحركة الوطنية وبالتضحيات الشعبية انتهى بها الامر الى استقلال شكلي يعني ما مذروا الا انهم عوضوا الاستعمار الفرنسي بممثله محليا اذا باش نحن نفهمو هاد هذا خصنا نفهمو لماذا هاد آلت الامور الى ما آلت اليه تيخصنا نفهمو اه كل الاجزاء والاطراف التي لعبت دورا في ذلك في ذلك اه في تلك السيرورة او الصيرورة اذا الحلقة الفيتة هادرت انا على الى الحلف الشمال الاطلسي الذي تأسس سنة 1949 كان نتيجة الانتهاء الحرب العالمية التانية لصالح المعسكر الغربي تحت القيادة الامريكية لانه هادك جزء هادك بغيت نهضر عليه ونعطي ذلك المعطيات لانه من بعد هذا التدخل الامريكي في المستعمارات التي كانت بحوزة فرنسا واسبانيا وحتى بريطانيا الانجليز هادا امريكا هي التي حسمت كيفاش غادي يتصرفوا باش يخرجوا باقل خسائر من تلك المستعمارات ويأكدوا على انهم يخلوا الديلية والتباعية ديالهم في ذلك الاريكين ها ما نمشيوش احنا ما نحرقوش المراحل عقدمو معطيات تاريخية باش كلنا نستفدو كلنا ننتناقشو واللي عندو اه شي رأي مرحبا به في اي وقت طالما هو نقدون بالناء واختلاف اه اخلاقي مهذاب اه اولا احنا خصنا نعرفوا بانه المغريب هادا لانه شمال افريقية هادي كل شي تي عرفها امازيغية ماشي احنا هنا بس نقصو العرقية ولا التطرف ولا ولكن هذا التعليق هو انه لما دخل دخل التعريب لدول الافريقية دخل من خلال الدين احنا خطل درجة انه تنشوفوا مثلا في المغريب اول اه اول الحضارات العربية اللي بدتت تغزوتت اه بعد ان بعد ان تتشرح انها غدا تطفي ثقافة محلية ثقافة الامازيغية كلها بدت من خلال استعمال الاسلام يعني انه الاغلبية هما جاءوا في الاول تقولوا اننا من السلالة الرسول واننا جينا هنا باش نصروا نديروا الدعوة والاسلام الى اخره ولقوا تجاوب محلي من خلال هاد الباب الروحاني هذا ومثلا اداريس لما جاءوا دريس الاول اللي ساد من 788 ميلادية ل793 ميلادية ودريس التاني اللي هو ولده اللي ساد من 793 ميلادية ل828 ميلادية الصغر اول حضارة اسمها الحضارة الشريفة الادريسية الشريفة بحكم انهم نسبوا انفسهم السلالة دي للرسول وطبيعة الحال الادريس الاول اللي تدفن من بعد فلا ولا داري حدي هلو شبه زاوية قاوية اللي هي دير دريس زرهون مدينة زرهون ها دي جبل زرهون وابنه التاني اللي هو بمدينة فاس واللي هو اللي اسس القراويين لتعليم اللغة العربية والتعاليم الاسلامية اذا في اله باش ما نبشيوش في هاد المصار التاريخي هادا ما نبشيوش في التفاصيل كابلة ان الغرض ديري اشنا هو الغرض ديري هو هو نفهمو ذاك الطرف التاني اللي مهم جدا في هاد المعادلة اللي هي الاسرة العلاوية اللي هي مكانت اللي هي جابت الا 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 استعمار للبلاد واللي هي عوضات الاستعمار بعد مغادرتو للبلاد فا خصنا نعرفو او لو بش كلي موجاز منين جات هاد هاد العائلة هاد وش كونها هي هاد العائلة. اذا في الاواخل دي القرن الخمستاش كان اه كانوا العثمانيين وذاك الشي كم تدين الى حدود الجزائر وذاك الشي وبانت اه بانت اه اه عائلة اخرات هي تتنصبرها صالة الشرفاء هي الى عائلة كانت عائلة امازغية من منطقة دي السوس. اه جاية من منطقة السوس على حدود الصحراء ذاك شي ديالنا تارو دانت وذاك هذا اللي هي السعديين واللي جات باش السات اه السات الحضارة الاخرى القوية اللي هي حضارة السعديين ودخلت في حرب مع البرتغال ومع ما 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 اسبانيا ووقفات المد العثماني بحدود بالحدود تقريبا الحدود الحالية دي المغرب والجزائر هي تقولوا تلمسان على حدود تلمسان بدون حرب ماشي بالحرب ولكن بانهم تفاهموا يعني الخليفة ديالها داك تفاهم لانه تفادي الخسائر من طرفين عثمانيين توقفوا على هدى في هدى الجهة السعديين هدو باش انتشروا تهم اتحالفو تهم ايضا استغلوا لا 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 الاسلام وتحالفو مع زوايا المعروفة اللي كانت زوايا قوية اللي هي اه اا ا 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 الضرقاوية كانت في الجنوب ديال الريف. اذا هاد هاد السدين هادو جاوا بناء هاد بناء هاد الحضارة هادي اه قاوية اه دفعوا الاسبان والبرتغال وخرجوهم من مناطق متعددة كما قلت اوقفوا المد ديال ديال المد العثماني على حدود تلمسان الجزائرية والسلطان ديال هم اللي كان معروف جدا هو السلطان السادي احمد المنصور واللي حكم ما بين الف وخمسمائة وثمانية وسبعين و الف وستمائة وثلاثة ميلادية. احمد المنصور اعدان تعشر اه الى حدود مالي. وهنا باش تنقول لي ونهضروا على الصحراء وذلك الشي انه ما كانوش يعمروا الصحراء. كانوا غي فقط تقطعص حراب بالجويوش ديالهم. هو مشاء اصلا المالي لتومبوكتو باش يسيطر على منجم ديال من احد اكبر المناجم ديال الدهاب في ديكل منطقة هاداك اللي كان اللي تسمى منجم قاو. ومن بعد هاد الحضارة الساديد في الاخير ديالها جه جملة للجفاف وكتر الجوع وكتروا الانتفاضات ضد السلطة ضد السلطان وكتروا اه الامراض والاوبيئة فانضغط رات الحضارة الساديد وبقى الميدان خاوي بقى تغيل السيبا وذك الشي وهذا والميدان خاوي لان اتتقى هاد الهائلة هدي من اللي كانوا هما اه بدأوا كصعاليك كانوا تيهاجموا القوافير في منطقة تافيلالت وكانوا عندهم جيش ديرين جيش قوي ديال الصعاليك وتيهاجموا القوافير وكانوا تيكريهم القوافير باش يحميهم وتيخلصوا لهم الفلوس ديال القاتوة باش يخليهم يدوزوا في اطار التبادل التجاري الاخيري وفكروا لانهم يديروا جيش وسمعوا بان الساديين اه الوضعيات ليلا تفرحوا ان الاجفاف وذك شي فانتشاروا هاا انتشاروا ودارو تومنا فماذا ورسهم هاا Ebola طب طب يعitted البرال باقي استغلال الاسلام من اجل الانتشار سماموا رسهم بينهم thriveمون السولة ديال الرسول وتسمى ورسهم بالأسرة العلوية الشارفة. واقبح جموعات ديال الجيوش والعصابات ديال الصعاليك اللي كانت ماشتفى ديال الوقت اللي كان بدأت السيبة وبدأت الى اخره. وقطع الطرق وهذا الى ان سيطروا على الجزء كبير من ما كانت تسيطر عليه العائلة السادية قبل منهم. وحتى وصلوا حتى المراكش حتى هما. وكان السلطان الاول ديالهم هو السلطان اه مولاه رشيد وراشيد اذا. اللي حكم مدامة بين الف وستمية وابعة وستين والف وستمية واثنين وسبعين حتى اه ماتوا ومتعويضه باحد رموج الاسرة العلاوية والسلطان العلاوين اللي هو اسماعيل واللي كان دار عاصمة دياله هي مدينة امكناس واللي حكم تقريبا خمسة وخمسين سنة لانه حكم من الف وستمية واثنين وسبعين الى ان مات الف وسبعمية 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 وعشرين ويكون من اطول المولك اللي حكموا في 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 طاريخ عظون في تاريخ البشرية واحد من من اطول المدد اللي حكمها مالك بالعالم. اذا اه اسماعيل هذا مليجته هو جاء بمحكم ان الاسبان كانوا بدو تيرجعوا لما تضعفات للدولة السادية. هو يبدي هاجمتها هو الاوكار ديال الاسبانيين الى اخيره. خاصة حاول يهاجم المقرارات ديال السبتوم ليليا والحسيمة والجزيرة بعض الجزر ديال المحر الابيض المتوسط. اذا اه اه جاء اسماعيل بنى عائلة جديدة وبنى قوة جديدة واستغلته انه اه كما قلت استغل انه ذاك النسب الشريف الاسلامي الاخيره. وكون جيش كبير وتحالف اه مع مزموعة ديال الزوايا و ودار تحالفات ايضا مع بعض السلاطين العثمانيين وجمع جيوش اللي كان معروف عنده هو انه كان عنده جيوش ديال الصعاليك وكان عنده جيش خطير ديال يسمى بالجيش ديال العبيد اللي هو الجيش المخاريين هادو قول لي وقرر على انه يبدأ يفرض ضرائب على القبائل بالقوة وبذلك كاكنة اسماعيل هو اول من استسب ما يعرف الان الى حدود اليوم بضار المخزن كانت اه خاصة لاستقبال الضرائب او الهيبات والقرابين وذلك شي من القبائل اللي كان محطوطات تحت الترهيف ديال الجيوش ديال الاسماعي لهذا وخير دليل انه السجن دياله اللي لا لا تيقولوا انه سجن ما عندوش لحد اللي كان عنده في الناس اه معروف على انه كان اذا التاريخ اللي تي همنا احنا هنا هذا البداية مثلا دي العلاوين ما امشيوش نهضروه على الصلاطين العلاوين كامل يكون عنه نهضروه على ناس منهم من الناس اللي يلعبوا دور مهم في علاقات المغرب مع اوربا واللي وصلت لذلك العلاقات اللي تبنات حتى الغاية انه تم استعانة بهم لصد الثورات واللي صد الانتفاضات القبائلية واحتموا بفرنسا واستمروا بالاحتماء بها الى غاية الى ان تمكنوا من من خداع الشعب المغربي والا والتحول اه السلطة من يد الفرنسا الى يدهم باسم فرنسا ومن اجل مصالح فرنسا ونفس الشي داروهم من بعد في منتصف السبعينات مع الحسن الثاني اللي اللي يلعبوا دور ديال الاسبان في الصحراء الغربية مع حماية مصالح الاسبان الى اخره اذا اه كان السلطان اخر لي هو كان السلطان عبدالرحمن اللي اللي تمت مبايعاته اه سنة الف وتلاثمائة وثلاثة وعسنين هاد السلطان هادا كان هو الاسم دياله الكامل كان عبدالرحمن بنه هشام بنه محمد بنه عبدالله بنه اسماعيل هو رجع والله هو السلطان العلاوي من بعد الوافات ديال عمو لانه ابن عمو كان اه تقتل فهد الحروب ديال الحروب ديال ضد التوراة للقبائل فالسالم الحكم هو هاد الايام هادي والايام ديال السلطان سليمان السلطان سليمان ليس ولا سليمان كما تيقول له هو اللي كانت يحكم قبل منه اللي هو عمو كان في الوقت دياله اه من من قبل كانوا السفن دياله سفن دياله 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 ديال العسكرية دياله تابعة للسلطان المغربي كانت تجوب وتجولوا في اللف البحر بيض الموت والصفح وفي جهة دياله دياله ديال موحيط الاطلسي وتتهجم على قاعد البطوات اللي تيزوزوا من تمح تلدرجت انه في واحد الوقت كان هاد القارة صينة هادو اللي تسموهم القارة صينة كانوا فارضين اه القاتاوة ان الحق المرور حتى على السفن الامريكي ديال ولاية المتحدة الامريكية وانه الى حدود اه السنة باش نعطيكم السنة بالضبط الى اي الى حدود السنة هو انه اه كان الامريكيين باقي انت يسميوا انه كانت الباربيرين وور انه كانوا في الحدود دياله وكانوا انه كانوا المورز للامازيغ. باربيرين وور كانوا تيهاجموا البطوات وتطلبوا منهم لانهم يلا بغوا يدوزوا يديروا التبادل التجاري من ذاك المنطقة رحصهم يدفعوا الفلوس الى حدود الف وسبعمية وتمينية وستين باش عد سناء السلطان اه سليمان هادا اه السلطان سليمان هادا سناء معاهدة ديال اه معاهدة مع الولايات المتحدة الامريكية لانهم ما يبقاش يهاجموا البطوات ديالا وما تخلصها الى حدود الى حدود الف أه اه الى حدود اه ماتمية وسبعتاش اعتقد تنظم انها كانت بقى فقط اه الى حدود البداية ديال التساعة عشтяro كانت بقى فقط السويد والداني مارك البابوة خصيص ديالسويد والداني مارك هم الواحدين اللي تيدفعوا حق القات linearly من خلال اليق ديال جهازه الهدواء. كانوا هادا ملحاقين بالسلطان. كانوا يوه هادا كانت يسمى الزوايا والعلمات الفقه الاسلامي كانوا تسميه الجهاد. ولكن هاد السلطان سليمان هادا اه في الف وتسعمية في الف تمامية وسبعتاش اه قرر على انه يمنع ما يسميه ما كان معروف بالقرصانة. ومنع للمهاجمات اي اي بطوات ما شي اللي يجعل ان مجموعة الزوايا وهذا طارت عليه لانهم كانوا تقتاتوا من ذاك شي كانت هذيك الغانة ايملة تحصل عليها وذك هذيك الحقوق ديال المرور كانت هي اللي تتدير بها فلوسهم وتي اه تغتانيوا منها وبداية تيطوروا عليه بنجموعة الناس وهذا الشي اللي كان نضو طوارات ضده حتى انه واحد ولده اللي كان عايز تلملي كان هو وليل عادان ذاك دياله هو مات اه تقتلف احدها دي وبعد من ما مات هو خدا عبد الرحمن اه ابنه هشام ابنه محمد ابنه عبدالله ابنه اسماعيل خدا هو الحكم اه ديال العرش ديال العلويين وتربع عليه هاد عبد الرحمن هاد ابنه علاقته كثيرة مع الاوربيين ودار دار دور بيهم اه بعض العائلات البرجوازية لانه رغم على انها رغم على انه كان كان اه غيل كانوا من قبل غيل العلويين مثلا اللي من اصول من الاصرة العلوية هادو الصعالك ديالت كانوا هما اللي تياخدوا المناصب ديالولاة ودكشي الاخيري وتيح تخدموا مثلا كان اه كانوا يتنصبوا الولاة على المنطقة ديال ها ديال الشوية والمنطقة ديال مراكش والمنطقة ديال هادا كانوا اغلبية ولكين هاد عبد الرحمن هادا زاد معه الناس اللي ما هماش من الاصول العلوية واللي اه لاش انا اغسى نشوف هاتشي مهم نعرفوه اللي هو مثلا اه بشكل دار المخزن هاديك اللي كانت بقى تتسمى دار المخزن منذ اسماعيل كانت تتشكل من السلطان وجزء من لائل ديال المقربة اللي ما معارضي النش والاغنياء من التجار علماء الفقه والشارعة الاسلامية وزعماء القبائل الذين كانوا يفترون على القوى العسكرية الرجال المقاتلين هادا والاغلبية ديال موضفين السامين كانوا ديكونوا من الاصول العلوية لكن هادا عبد الرحمن هادا خرق هادا واخرق هات القانون اللي كان جاري به العمل وقربوا وعطاه سلطات وعطاه بعض السلطات للناس اللي ما هماش منحاضرين من الاصول العلوية وغلنا ونصفهم كو وزراء كانوا تيتحكموا في بعض الناس اللي ولاد عمو اللي هم العلويين مثلا اه قبل ما ندرع ليها مثلا كانوا من الاصرة دياله كانوا الناس اللي طاروا على الاب دياله ذاك شي كانوا العلويين تعموا لكن كانوا ضده مثلا هو اللي اعطيه مثال في التاريخ انه كان اسمه عبد المالك ابن ادريس العلوي الذي كان وليا على منطقة الشاوية وقبل ما يطور على ابن عمه اللي كان هو سليمان سليمان السلطان سليمان اللي كان قبل هادا عبد الرحمن هادا عبد الرحمن هادا كان عنده جوج ديال الناس اه اه عطاه نصبهم وزراء اللي كانوا بزوعة ديالابناء عمومته تقلقوا وبدوتين قلبوا عليه غاضروا وبدوتين حاولي ديروا النابته وهما شوف باش نعرف هاد الاسماء المصادر ديالها كان الاول اللي هو ابن جلون الذي كان تاجيرا متخصصا في تجارات القوافيل اه ترونس صحاريان عبر الصحراء واللي كده يتمشي وعندو اسطول بحرية يدير تجارة مع اوروبا تيجيب السلع الافريقية والدهاب الاخرية وتدير تبادل مع هذا وكان عندو ممتلكات كثيرة وعقالات كثيرة بالمنطقة ديالفاسط اذا انتنا هضروها الاصول دير بن جلون هادو اللي باقي اللي واحد فيهم دا برا هو من اغنى اغنية المغرب وكان اه 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 كان هدا واحد من اه من اه من هاد الناس اللي اتنصموه كوازير وكان اه اسم ديالو تيتسمى الحاج طالب بن جلون وكذلك كان واحد شخصية اخرى اللي كانت هو وازير اللي هو اسموه محمد ابن ريس اه هاد السلطان هادا ضمهم الحاشية ديالو طبيعة الحال من اجل الثروة ديالهم وكذلك من اجل الناس الرجال اللي كانوا من وراهم اللي انهم هادو كانوا تديروا التجارة وعندهم اه اراضي وتيمتلكوا اه اراضي شاسعة وعندهم ناس اذا عندهم تلجيوش وعندهم الفلوس فكانت يقربهم من نون يعني نفس الطريقة اللي تي اللي بقي اللي دارها حسن ثاني ولي تديرها محمد السادس وهذا يعني باش نعرفوه احنا هادوك الناس ونفهمو هادوك الناس منين جايين وشنو الخلفية ديالهم اذا اه بالمقابل كان مثلا احد المخرابين هو كان اسمته مختار ابن عبد المالك الجامعي واللي كان هو زعيم قبائل الولاد جامع قبائل الولاد جامع وهو اللي كان يفر للسلطان احد اقوى الفيالي قليل العسكرية وبذلك كانت هو عنده مقرب لذار المخزن كان ابن غازي من منطقة قبائل زمور لدي اللي كانت من قبل اللي كانت تارت على السلطان سليمان من قبل ولكن هادا عبد الرحمن السلطان عبد الرحمن هادا جديد هادا جوج اخدا كان هادا كابن غازي مع شوقف شجاريها ديال عبد الرحمن دياله دياله سلطان سليمان هادا واخداها وجوج هاله ودار معها وقدال انهم يصبحوا اصدقاء ويديروا ابنوا تحالف هدا وكان جالوا خلا ديال المقربين لذار كانوا العلماء طبعا العلماء فقه الإسلام وذلك شي اللي كانوا تعطوا للسلطان السلطان مقدسة وتعطوا ذيك يبررون شرفه وامتداده إلى السلالة آآ الشارفة من من الرسول إلى آخره وكان آآ غيكانوا بعض العلماء في ذلك الوقت ذاك ما رفضوه لأنهم ينخرطوا مع السلطان عبد الرحمن كان اللي فيهم قاع رفض آآ هذا كان واحد اللي رفض تنصيب دياله من السلطان سليمان كا قاضي على منطقة التطوان والتنفا وكان الاسم دياله عبد الكريم بنو عبد السلام بنو قاريش بنو قاريش الانطقة الاسم صحيح اذا هاتشي هذا والزوايا آآ يشكلون نظر المخزن اذا الجهة القوة الاخرى ديال السلطان كانت تتبنى في الجيش والجيش انا ده كان هو مفر ثلاثة ديال المصادر جيش ديال المصادر قوية جدا في الجيش دياله كانت واحدة من مركز البلوداية ديال بورجراغ آآ على مشاري في بورجراغ وكانت المنطقة ديال الشراردة اللي بالغرب وهذا اللي في هذا بقنيطرا بنحسن شراردة سيدي قسم الاخرى هادو كان تعطيهم الاراضي وتعفيهم من الضرائيب وتخلصهم اللي تتكون شي حرب وليش حاجات يحتاجهم الهجم ولا شي حد ولا يمشي قمعوشي قبيلة تخلصهم وكانت آآ قبائل فحص هذي اللي عندي انا ارتباط بها لان امتداد من آآ من 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 هانا ومن ثم تيجي اسم العائلة ديالي انا اللي كانت هي في الاصل كانت تتعيش حوالي للمنطقة ديال تنجاو اللي هي في الاصل كانت آآ امازيغية من الريف آآ شراقاء وكذلك ولا تجامع آآ هاد القبائل هذي تخصصتها هي في تكوين جيش آآ للكيراء كان السلطان اللي دفع لهم الفلوس تيحاربوا من اجله فكانوا مخلوطين كانوا مخلوطين فيهم الامازيغ وفيهم اللي تعربوا الى اخير ولكن الاصول ديال قبائل الفحص كانت هي قبائل الاصول ديالها قبائل من الريف من آآ من من جبل الريف واصول امازيغية وكان هناك جيش هدك دوت الاستئجار اللي هو البقايا ديال الجيش الاسود ديال 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 اسماعيل اللي كان آآ اسمه بالجيش البخاري اللي هما كانوا عابد وطاروا من بعد الموت ديال اسماعيل وطاروا ما بغاوش تبعوت اشي واحد وداروا جيش ديالهم واستولوا على اشي اراضي ومجموعة منهم اللي يقولوا من بعد من لكنوا فلاحين الى اخيره اذا آآ هاد الهاد الاحداث هادي لاش تنضرج هاده باش تنعرفه مثلا هاده هاد عبد الرحمن لانه دبما عم حلاقة باش ما تكونش طويلة كتيرة هاد عبد الرحمن هاده غايكون عنده دور في بداية علاقات مع اربطة اللي من بعد اتطور واتتوارد منه ابنه ابن ابنه الاخيري اللي حتيجوا هاد الملوك اللي اه قدموا المغرب وطنا الوطن على طبق من ذهاب للاستعمار الفرنسي اتمنى تكون هاد المعلومات اللي كانت في الحلقة هاده معلومات جيدة ولا نلقاء في حلقة ثالثة باش نستمره في تهيء لتفسير وتفتيت اه هاد المسألة اه ولا قضية قضيات لماذا كان استقلاله المغرب استقلالا شكليا وتحية مجددة والى اللقاء واشكر كل متتبعات ومتتبعي اه قناة مراكن لبرايشن على مواكبتهم وعلى حبهم للمعرفة وحبهم للوطن وحبهم للنضال من اجل الوطن تحية النضالية اشتركوا في القناة